كل النبيين اتوا كربلا وجوههم شعفا لرزع الحسين يا حسين يا حسين يا حسين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله ولعن الله قاتليك خطب دهى الإسلام كان فضيعا من أجله بكت السماء نجيعا آهن له من حادث ذهب الأساء فيه غدا تمضى الحسين صريعا وتظن أنك منه لم تهجع أسان يكفي كأنك لا تقر هجوعا وتبكي بكاء الناس في أرزائهم من ترتجيه العالمون شفيعا بل لو طحنت أسان بأرحبة الفناء جسمي وفارقت الحياة مطيعا وصككت رأسي باليدين ترهقا حتى يكون العظم منه صليعا ولدمت وجهي حيث أنثر لحمه حتى يكون من الشوى منزوعا أو أن نارا في الفؤاد حقيقة وجوانحي فيها احترقنا جميعا لم أقضي حق رزية حطمت من الزهراء بواعية الحسين ظلوعا الله الله هذا ابن النبي لعظمه جبريل هز المهد فيه رضيعا يقضي بضاحية الهجير بكربلا ظامن ومطوية الحشاشة جوعا فيكون مائدة لساغبة الضبا والسمر تكرع من حشاغ نجيعا مال المواضي وزعت من جسمه لحم النبوة في الوغى توزيعا مال المواضي وزعت من جسمه لحم النبوة في الوغى توزيعا ولطالما أعطى حدود شفوره من كان عن شفراتهن شسوعا عجبا لمن قد كان نورا محدقا بالعرش يمسي في الصعيد صريعا ومن ارتبى طفلا بحجر محمد حتى اغتذا وحي الإله رضيعا يغدو غذاء المرهفات وبعد ذا منه تردو الصافنات ضلوعا فتعج أملاك السماء لفقده اليوم مات الأنبياء جميعا اليوم حق محمد في آله ما بيننا كفة العهود أضيعا اليوم قد قتلوا النبي وغادر الإسلام وغادر الإسلام يبكي ثاكلان مفجوعا اليوم منه أميت في كربلا كالت له في صاع بدر صاعا اليوم دحرجت الدباب وأظهرت بالطف كامن خط به النشنيعا اليوم منهي عن أسامة خلفات قادت إلى حرب الحسين جمو وغادر الإسلام اليوم من إسقاط فاطمة محسنا سقط الحسين على الجواد صريح وغادر الإسلام اليوم جاء ردت السقيفة سيفها وغادر الإسلام فغدى به رأس الحسين قطي هي عايا عجبايا يموت ضمان وكم قد فجرت كفاه من صلد الصفاء ينبوع لا حول ولا قوت لا وإمامه ما أعظمها من ليلة وما أبكاها لسيد المرسلين وللأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام وما أبكاها لملائكة السماء غدا يسفك أقدس دم وأغلى دم دم الحسين ريحانة النبي سبط الأسباط سيد الشهداء صلوات الله عليه وأرواحنا فداه كل المؤمنين بل كل الأحرار في هذا العالم غدا يحزنون ويندبون ويبكون لفقد هذا العظيم قدوة الأحرار الذي ما زالت ثورته حية تعيشها البشرية في كل عامٍ في مثل هذه الأيام والليالي المغبون المغبون هو الذي لا يحزن يوم غد والمخدوع هو الذي لا يرثي الحسين عليه السلام يوم غد المغبون 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 هو الذي يفرح يوم غدٍ ويبتهج كما في كثيرٍ من بلاد الإسلام مع الأسف هناك احتفالات تقام احتفالات بهيجة تقام يوم غدٍ في بعض البلاد الإسلامية إحياءً لسنة بني أمية يبتهجون ويغنون ويرقصون بدعوى أنه يوم عيد ولا تدري هذه الشعوب المغبونة كيف أنه قد خُدِعت خَدَعَها بَنُوا أُمَيَّةَ وَالنَّوَاصِبِ إِذْ جَعَلُوا يَوْمَ أَعْظَمِ رَزِيَّةٍ عَلَى آلِ الرَّسُولِ يَوْمَ عِيدٍ وَفَرَحٍ وَسُرُورٍ وقد أراني أحد الأخوة بالأمس ما كتبه بعض مشايخ العدو من دعوةٍ صريحةٍ لإظهار الفرح والسرور والابتهاج يوم غدٍ نكايةً في شيعة أهل البيت وحربًا للحسين وآل الحسين ولجد الحسين عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء لا يستحون أُقْسِمُ بِاللَّهِ إِنَّ بَعْضَ الْكُفَّارَ أَشْرَفُ مِنْهُمْ بَعْضُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَشْرَفُ مِنْهُمْ أُرِيتُ الْيَوْمْ إِعْلَانًا خُطَّةَ مِنْ إِحْدَى الْجِهَاتِ الْكَنَسِيَّةِ النَّصْرَانِيَّ فِي الْعِرَاقِ كَتَبَتْ أَنَّهَا تُعَطِّلْ فَعَالِيَّاتِهَا كُلَّهَا إِحْتِرَامًا لِذِكْرَى سَيِّدِ الشُّهَدَاءَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُمْ نَصَارَى أَمَّا هَؤُلَاءَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الْإِسْلَامِ فَمَحْتَرَمُوا سَيِّدَ الْإِسْلَامِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذْ يُظْهِرُونَ الْفَرَحَةَ وَالسُّرُورَةَ فِي يَوْمِ مَقْتَلِي هَذَا الصِّبْطِ الْعَظِيمَ الَّذِي هُوَ بَضْعَةٌ مِنْهِ وَالَّذِي قَالَ فِيهِ حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنِ قَبَّحَ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ وَسَوَّدَ تَأْرِيخَكُمْ وَكَسَرَ ظُهُورَكُمْ إِذْ تَفْرَحُونَ فِي يَوْمِ مَقْتَلِ بَضْعَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَرَيْحَانَتِهِ تَحَدِّيًا لِمَشَاعِرِ الْمُسْلِمِينَ وَنِكَايَةً فِي آلِ الرَّسُولِ الله أكبر مَا الَّذِي جَعَلَ قُلُوبَكُمْ حَجَرًا أَتَعَجَّبْ من هؤلاء القوم يموت ملك أو زعيم عندهم فيعلنون الحداد ولا يقيمون الأعراس وينكسون الأعلام حتى وإن كانت أيام فرح حتى وإن كانت أيام عيد يقولون احتراماً لذكرى هذا الزعيم لذكرى هذا الملك لذكرى هذا الرئيس لذكرى هذا الأمير يحزنون وينتحبون والحسين بن رسول الله لا بواكي له أقلاً احترم مشاعر النبي صلى الله عليه وآله لا أقول لك احترم مشاعر الشيعة يفترض أن تتدعي أنك مسلم ألا تحترم مشاعر نبيك في يوم عاشوراء أن تتروي في صحاحك وفي كتبك أن رسول الله صلى الله عليه وآله رؤية باكية يحث التراب على رأسه والراوية أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله تعالى عليها وهذا كاشف عن أن يوم عاشوراء يوم حزن لرسول الله صلى الله عليه وآله ألا تحترمون رسول الله الرواية هذه يرويها جمع من أعلام العامة منهم البخاري في تاريخه الكبير في المجلد الثالث الصفحة ثلاثمائة وأربع وعشرين والترمذي في سننه في المجلد الخامس الصفحة ثلاثمائة وثلاث وعشرين والطبراني في معجمه الكبير الجزء الثالث والعشرين الصفحة ثلاثمائة وثلاث وسبعين والحاكم في مستدركه في الجزء الرابع الصفحة تسعة عشر الرواية عن سلمة أنها دخلت على أم سلمة رضي الله عنها وهي تبكي فسألتها ما يبكيكي فقالت رأيت النبي صلى الله عليه وآله وعلى رأسه ولحيته التراب قال شهدت قتل الحسين هذا يوم عاشراء السيدة أم سلمة ترى رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أخذ التراب ووضعه على رأسه ولحيته الشريفة وهو يبكي ويقول شهدت قتل الحسين آنفا يا أمة السوء اليوم الذي يبكي فيه رسول الله ويحث التراب على رأسه ولحيته تفرحون فيه لماذا إحياء لسنن بني أمية قبحكم الله أنتم على دين بني أمية دين بني أمية ولا أعجب من الروايات الشريفة عن أئمتنا عليهم السلام التي مضمونها يقول إن أهل الروم النصارى خير من أهل الشام المدعين للإسلام يقول يقول الإمام عليه السلام فإن أولئك كفروا ولم يعادون وهؤلاء كفروا وعادون لا أقل أولئك الكفار أشرف منكم وأفضل من هذه الجهة يحترمون المشاعر الإنسانية ما كهنالك إنسان حر في العالم لا يقدس الحسين أبا الأحرار أي حر في العالم لا بد أن يطأطئ رأسه للحسين إجلالا وإعظاما فهو من باب الحرية وتقديس الحرية يحترم ذكر الحسين ولا يفرح في يوم مقتله لأنه إن فرح في هذا اليوم فيكون قد انسلخ من الإنسانية ومعانيها وصار وحشا هذه وحشية أن أنت تفرح في هذا اليوم أتشمت بالحسين أتشمت بصبط رسول الله بآل رسول الله كيف تقابل رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة وأسفا على هذه الأمة أنا أعلم أن هؤلاء المصريين وهؤلاء المغاربة والتوانسة والجزائرين وغيرهم ممن يحتفلون غدا حسب المراسم الشعبية التي عندهم هؤلاء لا يعلمون الحقيقة هؤلاء مخدوعون نحن نعرف أن الشعوب الإسلامية كيف تهوى وتحب الحسين عليه السلام ولكنها اعتادت على هذه العادات الخبيثة التي أصلها بنو أمية ووضع لها كتبتها ومحدثوها الأخبار الموضوعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل يوم عاشوراء وأنه اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون وأهلك فرعون ونجى يونس بن متى وأنه اليوم الذي انتصر فيه الأنبياء فيشرع صيامه والابتهاج فيه هذه أحاديث أموية وضعها الوضاعون ممن كانوا موظفين عند بني أمية حاشا لله أن يكون يوم عاشوراء يوم عيد وفرح وسرور حاشا لله وحاشا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون قد أخذ سنة التعيد في هذا اليوم من اليهود كما يرويه البخاري البخاري يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل إلى المدينة فوجد اليهود يهود المدينة يصومون يوم عاشوراء فقال لهم لماذا وما الخبر فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى فقال نحن أولى بموسى منكم فأمر المسلمين بصيام هذا اليوم ويحكم أتقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتعلم من اليهود ألا تتأملون في هذه الأخبار والأحاديث التي ترويها صحاحكم القذرة القضية لا تحتاج أصلا إلى مناقشة من البدهي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحتاج إلى أن يتعلم من اليهود هذا يأتيه خبر السماء يأتيه الوحي من الله عز وجل فأي حاجة في أن يأخذ من اليهود ممارساتهم وشعائرهم وعباداتهم ثم يستنسخها ويجعلها جزءا من عقيدة أو شريعة المسلمين هذا يقوله عاقل أتجعلون خاتم الأنبياء وهو السيد موسى تجعلونه ذيلا لليهود نعوذ بالله ما لكم كيف تحكمون أين عقولكم أين وجدانكم أين هي ضمائركم إذ تقبلون بهذه الأحاديث الموضوعة يوم عاشوراء يوم الحزن يوم الرثاء يوم النحيب يوم الندبة يوم اللدم يوم الإدماء المقدس هذا هو يوم عاشوراء تواسي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وتواسي فيه أهل بيته الطاهرين وتواسي فيه صبطه العزيز الحسين وأهل بيته وأصحابه بإبداء مشاعر الغضب على قتلته وإبداء مشاعر الموالاة له والتأسف والتحسر على رحيله عننا وعلى ما جرى عليه من المصائل هذا هو يوم عاشوراء كل حر يقدس الحسين وكل شهيد أقول شهيد ممن نال شرف الاستشهاد والشهادة لو تأمل جيدا وهو يتأمل لا شك إن كان شهيدا فإنه يرى في ذلك العالم المقامات كل شهيد يتمنى لو كانت شهادته مع الحسين مع أنه شهيد لماذا؟ لأن مقام الشهداء مع الحسين لا يصل إليه مقام شهيد آخر مهما كان ذلك الشهيد هذا ليس قولي هذا قول إمامنا وسيدنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليهما في رواية معتبرة يرويها الشيخ الأقدم بن قولويه في الكتاب المعتبر كامل الزيارات يقول الإمام الصادق عليه السلام ما من شهيد إلا ويحب أن يكون مع الحسين عليه السلام حتى يدخلون الجنة معه هو شهيد قد يكون من شهداء بدر من شهداء أحد من شهداء حنين من شهداء مشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله قتل بين يدي رسول الله ولكنه في ذلك العالم إن كشف لكم الغطاء اليوم لرأيتم شهداء بدر يتمنون لو أخرهم الزمان إلى يوم كربلاء فاستشهدوا مع صبط رسول الله الحسين لو انكشف لكم الغطاء لرأيتموهم هكذا يتحسرون لماذا؟ لأنه وإن كانت منزلتهم عالية جدا إلا أنهم يرون في ذلك العالم في تلك الجنان جنان الخلد أن الشهداء مع الحسين يوم الطف في أعلى المراتب فيتحسرون أرض كربلاء هذا عن يوم كربلاء لنتحدث عن أرض كربلاء أرض كربلاء أشرف الأراضي وأقدسها هكذا نطقت الروايات المعتبرة ولأن الله عز وجل اختارها لتحتضن الجثمان الشريف للحسين بن علي فقد دفن فيها كما نطقت روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم نطقت رواياتهم بأن في كربلاء مدفون مئتا نبي من الأنبياء ولكن لا نعرف أسماءهم هناك مئة وأربعة وعشرون ألف نبي المذكورون بأسمائهم من هؤلاء قلة البقية لا نعرف أسماءهم من هؤلاء المئة وأربعة وعشرين ألف نبي هناك مئتا نبي مدفونون في أرض كربلاء المقدسة شرفهم هو هذا أنهم مجاورون للحسين عليه السلام سألوا الله عز وجل في تلك الأزمان الغابرة أن يقضي لهم بأن يدفنوا في هذه البقعة التي هي في آخر الزمان ستحتضن جثمان سيد الشهداء معنى هذا أن أنبياء الله العظام كانوا يتسابقون ليكونوا مع الحسين وفي جوار الحسين أتعرفون أنتم قدر الحسين ومن يكون الحسين لا نعرف قدره ولا نعرف أي عظيم هو هذا العظيم الذي ضحى بدمه في أروع ملحمة وأعظم ملحمة عرفتها البشرية وأقدس ملحمة عرفتها البشرية هذا العظيم الذي ضحى بدمه من أجل الإسلام من أجل التوحيد من أجل الله من أجل الحرية من أجل الإنسانية لكي لا يعود الناس عبيداً بعدما حررهم محمد مشروع رسول الله في الأرض كان تحرير بني الإنسان أيها الإخوة تحريرهم من عبادة الأوثان وعبادة الطواغيت ومن الأفكار المنحرفة ومن التشبث بالدنيا ونسيان الدار الآخرة إلى ما هنالك من أمور حررنا رسول الله رسول الله حرر هذه البشرية حين أرسى دعائم الإسلام العظيم ما الذي حصل كان هناك طابور خامس في وسط المسلمين في وسط المدعين للإسلام هؤلاء كادوا للإسلام ولرسوله صلى الله عليه وآله من الداخل أرادوا إفشال خطته وتحطيم الدينه وإحباط مشروعه أرادوا إفشاله بعدما عجزوا عن مواجهته من الخارج قالوا لنواجهه من الداخل فاتفقوا ما بينهم وكتبوا الصحيفة المشؤومة الصحيفة الثانية التي دفنوها في جوف الكعبة تمالأوا بينهم على أن إن أهلك الله محمدا لنزوين هذا الأمر عن أهل بيته هكذا اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة بن الجراح وأبو سفيان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة ومجموعة من المنافقين الأوغاد ونفذوا المؤامرة نفذوا المؤامرة نفذوا ما تمالأوا عليه فما إن قتل رسول الله وأكرر وأقول قتل قتل قتلا بالسمي بأبي هو وأمي غيلة دس إليه السم من زوجتيه الخائنتين عائشة وحفصة ما إن قتل رسول الله ومضى شهيدا حتى تسارعوا إلى بيعتهم الخاسرة في سقيفة بني ساعد وإذا بالمنافقين بالأمس يصبحون بين ليلة وضحاها على سدة الحكم ملوك اليوم واجههم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فخذلته الأمة واجههم الحسن المجتب الصبط الأكبر فخذلته الأمة وواجههم الحسين عليه الصلاة والسلام وخذلته الأمة وما زالت هذه الأمة تخذل الأوصياء الشرعيين إذ ابتعدت عن ولايتهم ولاية الحق واعتنقت ولاية أضدادهم ولاية الباطل والجور والظلم هذه المأساة التي وقعت أيها الإخوة نحن بحمد الله عز وجل أفلتنا منها نحن أفلتنا من هذه الخديعة التي استمرت ألفا وأربعمائة عام ببركة التفافنا حول قيادتنا الشرعية استمسكنا بحبل آل الرسول أينما ذهبوا ذهبنا فقلنا الحمد لله الذي عرفنا بهم وشرفنا بولايتهم فصلح لنا ديننا وإلا غيرنا ها أنتم تراهم ها أنت تراهم لا دين لهم صحيحا ولا شرائع لهم صحيحة لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام كل أعمالهم باطلة كل أعمالهم باطلة لأنهم يؤدونها على الطرق البدعية على ما أفتاهم به أعلام الضلالة والكفر والنفاق وهم يعترفون يقولون نعم هذه بدعة لكننا نعمل عليها اقتداء بسلفنا من الذي حفظ ديننا من الذي أنجح مشروع رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هم الأئمة من عترته الطيبة إنما هو الحسين الذي بدمه حفظ هذا الإسلام حفظ مشروع التحرير هذا وما زالت ثورة الحسين مستمرة وهي تقاوم بتداعياتها ومضاعفاتها وآثارها ما زالت تقاوم نهج الطغيان والاستعباد وها أنت ترى انتصارات الحسين جيلا بعد جيل ظن يزيد وجيشه أنهم بنحر الحسين يقضون على الحسين كلا والله انتصر الحسين انتصارا عظيما وها هو ينتصر إلى اليوم زمانا بعد زمان جيلا بعد جيل تنتقل البشرية لتبايع الحسين وتهتف باسمه قائلة يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين اسمع يا يزيد اسمع وهو يسمع الله يوصل إليه الصوت اسمع هذه الحناجر التي تهتف هذه الليلة ويوم غد أنت أردت قتل الحسين وها هو الحسين حي في كل مكان في البشرية على كل أقطار الأرض كل البشر يهتفون يا حسين يا حسين صلوات الله عليك يا أبا عبد الله أي نصر هذا أين تجد مثل هذا النصر بعد ألف وأربعمائة سنة ما زالت ذكراه ماثلة حية وهؤلاء الذين على نهج يزيد وما زالوا موجودين هؤلاء البقايا هؤلاء الحثالات أيظنون أنهم بقتلنا نحن الحسينيين أيظنون أنهم ينتصرون خطأهم هو نفس خطأ يزيد سوء تقديرهم هو نفس سوء تقدير يزيد نحن كما تعلمون مستهدفون في هذه الأيام والليالي قبل يومين تفجيرات وقعت لشيعة أهل البيت عليه وسلام في باكستان هنيئا له شهداء لأنهم أحيوا ذكرى أبي عبد الله الحسين الحكومة الباكستانية قطعت إرسال شبكات المحمول كلها من هذه الليلة قطعتها لأنها تخاف أن يوم غد الإرهابين يستغلون هذه الشبكات لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية حركة طالبان اليوم قرأت بيانهم الصادر نشرته البي بي سي قرأته بعيني يقولون نحن نتوعد الشيعة الرافضة بأن يوم غد سيكون يوما داميا له اليوم أحد الإخوة أرسل لي رسالة قال لي بأنه وقع التفجيرات على مقربة من مقام السيدة زينب عليه السلام في الشام وتضرر الحرم شيئا ما والصور أيضا وصلتني استهداف إحنا مستهدفين الشيعة في كل مكان مستهدفون في مثل هذه الأيام في كل سنة في يوم العاشر تمتزج دماء الشيعة مع دماء أبي عبد الله الحسين في كل سنة ويظن هؤلاء اليزيديون الأمويون أنهم بهذا ينتصرون علينا اقتلونا فإننا ننتصر أكثر اقتلونا فإنا ننتصر أكثر إن اقتلونا اذبحونا فإنكم بذلك تنفعونا نعم أن يتصورون أنهم بإزهاق أرواحنا وبتقطيع أوصال أجسادنا نتخلى عن رسالتنا العظيمة رسالة أبي عبد الله الحسين لنقيمن المآتم على أبي عبد الله الحسين في كل يوم وليلة وإن أردتم قتلنا والتفجير في ساحاتنا وأنديتنا ومساجدنا وحسينياتنا فأهلا وسهلا نزداد قوة بذلك وينتشر التشيع في العالم أكثر بسبب ذلك أنتم لا تعرفون طبيعة المعركة نحن إنما ننتصر عليكم بالحسين وننتصر عليكم بمجالس الحسين وبشعائر الحسين وبهتافنا يا حسين يا حسين هكذا ننتصر عليكم أنتم المهزومون إلى الأبد أنتم الخاسرون إلى الأبد مهما قتلتم مهما اضطهتم مهما عذبتم أنتم وأنظمتكم القمعية كلها لا تساوي عندنا شيئا نحن لا نهاب الموت نحن نتمنى الموت في هذه المجالس نحن نتمنى الموت في هذه المواكب سلوا زوار الحسين بالملايين هؤلاء الذين يذهبون كأنهم حجيج إلى كربلاء المقدسة سلوا كبارهم وصغارهم سلوا رجالهم ونساءهم ماذا تتمنون يقولون ليتنا نموت هاهنا مع الحسين نقتل مع الحسين عليه الصلاة والسلام في هذا المكان المقدس ونحن في طريقنا إلى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام النصر لنا هذا هو معنى الانتصار الحسيني المقدس قال قائل النصارى في كتابه أنطون بارا ارجعوا إلى كلامه قال هذه الكلمة الخالدة وهي حقيق بأن تكون كلمة خالدة قال نقلاً عن أحد قساوستهم أو رهبانهم لو كان الحسين منا الله أكبر بعض النصارى عرفوا قدر الحسين أكثر من بعض مسلمين هالأيام لو كان الحسين منا لأقمنا له في كل أرض منبر ولرفعنا له في كل أرض راية ولدعونا الناس إلى النصرانية باسم الحسين تمنوا لو يكون عندهم هذا الكنز سيد الشهداء صلوات الله عليه نحن عدنا هذا الكنز مخالفون يفتقدون هذا الكنز يفتقدون هذه الكنوز كم نتمنى نتمنى من غيرنا سيما أولئك الذين ينتسبون إلى الإسلام من الطوائف الأخرى من المذاهب الأخرى أن يكتشفوا هذا الكنز أن يعرفوا قيمة هذا الكنز لماذا لا يعودون إلى سيرة بعضهم الأولى لقد كنا نشاهد في الكويت أنا شخصيا أشاهد أنه بعض أبناء العامة كانوا يأتون لمجالس أبي عبد الله الحسين ويعزوننا في هذه الأيام ويشاركون في المراسم كان بعضهم يأتي ويلطم على الحسين عليه الصلاة والسلام ما الذي أبعدكم الآن عن الحسين ما الذي جرى أنتم أهل العراق تتذكرون كيف كانت تأتي مواكبهم إلى الكاظمية المقدسة وهم يلطمون ويقولون أرد سائلكم يا شيعة صدق زينب سلبوها فيرد عليهم الشيعة قائلين إي وحق جدهوا أبوها حتى لخيام حرقوها هذه كانت رداتهم وهكذا كانت لطمياتهم كان كثير منهم يقيم مجالس العزاء على أبي عبد الله الحسين أهل العامة أنفسهم المخالفون كثير منهم الحسين يفترض أن يكون جامعا لنا هكذا يفترض هو على الأقل بالدعائكم مورد إجماع نحن وأنتم نختلف على الحسين يفترض أن لا نختلف على الحسين نعم قد يكون اختلافنا في معرفة حق الحسين نحن نعرف حقه أكثر منكم الروايات الشريفة التي تقول من زار الحسين عارفا بحقه وجبت له الجنة لماذا الإمام عليه السلام يقول عارفا بحقه يعني عارف أنه ما حق الحسين حقه علينا أن نعتقد بأنه إمام معصوم غيرنا لا يعتقد هكذا مع ظهور كونه إماما معصوما عندهم مع أن القرآن والسنة يثبتان أن الحسين إمام معصوم أما القرآن فدونك آية التطهير وأما السنة فدونك قوله صلى الله عليه وآله الصحيح المعتبر الذي لا يختلف في وثاقته واعتباره اثنان الحسن والحسين إماما قاما أم قعدا والإمام هو من يؤتم به كما شرحت لكم قبل ليالين من يؤتم به فلا بد أن يكون معصوما وإلا كان هذا خلف دعوة صاحب الشريعة للإتمام به وإمام تحريض لئي النهار تحريض على ذكر الحسين وعلى شعائر الحسين وعلى شيعة الحسين ويفتون بحرمة الذهاب إلى الشيعة في مجالسهم لتعزيتهم أنا أتعجب العلاقات خصوصا في البلاد التي فيها تمازج اجتماعي بين الطائفتين العلاقات عادة ما تكون وثيقة الصلة هذا أنظروا إليه في الخليج في العراق في كل مكان اللي فيه تواجد كثيف بين الطائفتين هناك علاقات أحيانا روابط أسرية روابط اجتماعية فمن الطبيعي جدا أنه إذا ما تميت لأحد من الشيعة يأتي من هم من الطائفة الأخرى معزين له هذا دائما يصير يموت واحد من قرابتي وأنا عندي زميلي مثلا في العمل مثلا من أهل العامة من المخالفين البكريين أنشوف ثاني يوم يجي للمسجد يعزينه وين ما نسوينا إحنا العزاء بالمسجد بالحسينية بالبيت يجي عزي يقول عظم الله أجركم هكذا يقول إذن أنتم يا أهل الخلاف عندكم استعداد لتعزية الشيعة في أقربائهم لماذا إذن لا تعزونهم بإمامهم سيد الشهداء الذي هو أنتم تقولون أيضا من رموزنا وهو ابن بنت نبينا أليس هو أولى بأن تعز الشيعة فيه لماذا لا تحضرون هذه المجالس هذه المجالس مجالس مفتوحة أهلا وسهلا تعالوا واحضروا وعزوا وشاركوا وكلوا من زاد الحسين عليه الصلاة والسلام ثم اذهبوا الله وياكم لماذا تستمعون لأصوات الضلال التي تريد أن تقطع عليكم طريق الذهاب إلى حيث يذكر الحسين حتى لا تسمعوا قصة الحسين ومظلومية الحسين ليش؟ لماذا تنساقون إلى هؤلاء؟ كربلاء المقدسة لماذا لا تذهبون إليها؟ اذهبوا إليها وشاركوا زوروا الحسين ولو على طريقتكم زوروا الحسين وسترون أهل كربلاء والشيعة في كربلاء والمؤسسات المرجعية والرسمية في كربلاء تستقبلكم على العين والرأس ولكن تعالوا شاهدوا ماذا يجري في كربلاء واستشعروا هذه الحرارة الحرارة الحسينية الحسينية التي تدفع الملايين للمشاركة في إحياء هذا الذكرى لماذا تسمحون لهؤلاء الأمويين بأن يقطعوا عليكم الطريق إلى سيد الشهداء والتفاعل مع ذكرى سيد الشهداء لماذا تسمحون؟ إنهم يريدون إبعادكم عن سيد الشهداء حتى لا تتأثروا به يريدون التعتيم على مظلومية سيد الشهداء وقصة سيد الشهداء ودعوات سيد الشهداء ورسالة سيد الشهداء إنهم يخشون على مذهبهم المنحرف يعلمون والله أن أكبر عدو لمذهبهم هو الحسين ومجالس الحسين وشعائر الحسين والله وبالله لأنه هذه المجالس هي التي حفظت الإسلام الحق للإسلام المزيف وهذه المجالس هي التي تحارب الإسلام المزيف وتقضي عليه وقضت عليه نحن الشيعة كنا بعد استشهاد أبي عبد الله عددنا فقط ثلاثة على وجه الأرض بس ثلاثة الإمام زين العابدين عليه السلام يقول قال من بعد الحسين عليه السلام ما كان أكو شيعي على الأرض إلا ثلاثة فقط جبير بن مطعم ويحيى بن أم الطويل وأبو خالد الكابلي رضوان الله عليهم فقط وفقط من هؤلاء الثلاثة إحنا الآن ملايين وملايين وملايين إشلون صار هذا ذكر الحسين مظلومية الحسين رسالة الحسين تمددت فتشيع أناس وأناس عبر القرون قبائل وقبائل أسر وأسر أنتم اليوم في معظمكم في معظمكم أبناء متشيعين بعضكم ربما كان قديم التشيع وبعضكم حديث التشيع يمكن تشوف تفتش تلاقي جدك الخامس السادس هو اللي تشيع وبعضكم من الحاضرين ها هنا هو المتشيع بعضكم من الحاضرين لا هذه المسيرة ماشية أيها الإخوة هاي مسيرة الحسين ماشية ثلاثة فقط كانوا على الأرض من الشيعة شوفوا الآن كيف صاروا شعوبا وقبائل الله أكبر أهنالك نصر أعظم من هذا إنهم يخشون من هذا الشيء لا يريدون من أبنائهم أن يذهبوا إلى مجالس الحسين لأنهم يعلمون بأن أبناءهم يتأثرون هذه مجالس تحضرها الملائكة يحضرها رسول الله تحضرها الزهراء البتول يحضرها أمير المؤمنين صلوات الله عليهم الإنسان القابل للهداية حينما يحضر في هذه المجالس أو إذا حضر في الروضة الحسينية المقدسة فإنه يتفاعل روحيا يأتيه هاتف روحي عجيب يدعوه إلى أن يعتنق ولاية الحسين الحسين هو باب الهدى بوابة تجعلك التلج إلى عالم الهدى وتخرج من عالم الظلام هذا الذي يخشونه ولذلك يفتون لأبنائهم لا تذهبوا إلى هذه المجالس ويكذبون عليهم بأنواع الأكاذيب والافتراءات الباطلة التي تضحك الثكلة كم واحد يجاني بالكويت من أبناء المخالفين مع أنهم شباب مثقف كنت أتعجب أنه كيف تنطلي عليهم هذه الأكاذيب يقولون لا ندعوهم نحن إلى المجالس الحسينية المقدسة يقولون لا نحن مرح هذه المجالس لأن هذه المجالس في ليلة العاشر عندكم ليلة الطفية وهذه الليلة أنتم نعوذ بالله ينكح الرجال والنساء وبالعكس اختلاط واحد منهم كان يقول بلكويت يوزعون عادة هذا الشراب شراب يسمونه شراب ذيمتو هذا المعروف كان يفتون لهم لا تشربوا هذا الشراب فإنه مخلوط بالدم يضحكون عليهم يكذبون عليهم أنواع الأكاذيب يشوهون سمعة المجالس الحسينية المقدسة ليش كل هذا أصلا هذا اللي يكذب ويفتري هو العاجز هو المهزوز وإلا ما حاجته إلى الكذب والافتراء ليس له حاجة إلا أنه يعلم من نفسه أن مذهبه خاسر لا يقاوم الدعوة الحسينية التي هي الدعوة المحمدية دعوة الإسلام لا يستطيع أن يقاوم فيقاومها بالأكاذيب والافتراءات والبهتان وما شك اليوم هذا الزمان هو زمان النور ما عاد بالإمكان أن يتمادى هؤلاء في أكاذيبهم أكثر كل شيء انكشف الآن الفضائيات تنقل بشكل مباشر مجالس الحسين عليه السلام وهم يرونها لحظة بلحظة الفضائيات تنقل بشكل مباشر كربلاء المقدسة وما يجري فيها من مراسم ليلا ونهارا لا يرون هذا الذي يزعمه مشايخهم ودعاتهم دعات السوء فيبطل السحر هؤلاء الحسين الحسين أبطل السحركم لا تستطيعون الانتصار على الحسين هذه رسالة نوجهها لمن نشفق عليهم ونريد لهم الهدى والخير لشركائنا في أوطاننا لشركائنا في الإنسانية من أي دين كانوا من أي مذهب كانوا من أي طائفة كانوا أن يا قوم ندعوكم إلى الحسين لا تهملوا أبا عبد الله الحسين وتعالوا معنا واكتشفوا هذا الكنز تعالوا استقبلوا الحسين بصدر رحم اعلموا أن الحسين ضحى من أجلكم من أجل أن يصل هذا الهدى والنور لأجلكم نحن سبقناكم تشرفنا بولاية الحسين عليه السلام وبمعرفة خط الحسين قبلكم لكن الباب لا يزال مفتوحا لكم ولعلكم تأتون وتتشرفون وتصبحون أعظم منا المهم تعالوا لا تستمعوا لتلك الصيحات الأموية الخبيثة لتلك الصيحات الناصبية الخبيثة التي تريد أن تبعدكم عن سيد الشهداء وإياكم ثم إياكم أن تقبلوا على أنفسكم أن تفرحوا في يوم غد وتقيمون تلك المهرجانات الابتهاجية إنكم بذلك تدمون قلب رسول الله صلى الله عليه وآله أنا هنا أخاطب في هذه الليلة العظيمة أخاطب إخواني المتشيعين على الخصوص المهتدين في مصر في شمال أفريقيا في المغرب في أي بلد اعتاد أهله عن جهل الاحتفال وإبداء السرور والتعيد في يوم عاشراء أقول لهؤلاء المؤمنين الذين استبصروا بالحق أقول لهم مسؤوليتكم ووظيفتكم أن يوم غد بمقدار ما تستطيعون تدخلون في تلك الأمكنة وتنصحونهم لله والتحاولون كفهم عن هذه البدع التي تدمي قلب رسول الله بصروهم علموهم أخرجوا لهم حديث أم سلم الذي أخرجه البخاري وغيره الذي يثبت أن رسول الله في هذا اليوم يوم عاشراء يكون باكيا يحث التراب على رأسه من الأسى والألم أخرجوا لهم هذا الحديث أظهروه لهم حتى يعرفوا الحق ويخرجوا من الخديعة التي هم واقعون فيها قبل كم سنة يمكن السنة التي يعني قبل ثلاث سنوات السنة التي سبقت سقوط طاغوت مصر وصلنا من الإخوة الشيعة في طنجة في المغرب وصلنا صورة عن إعلان لمؤسسة ترعاها سوزان مبارك زوجة حسني مبارك اللي هي اسمها أساسا سوزان ثابت بس هالشكل سموها بعد هذا الإعلان كان فيه دعوة للفرح في يوم عاشوراء باسم تلك المؤسسة وتوزيع الهدايا على الأطفال وكان هذا المهرجان الذي يقام في المغرب برعاية من تلك المؤسسة التي هي في مصر وتقوم عليها زوجة الرئيس المصري آنذاك وبدعم حكومي من الحكومة المصرية انظروا ماذا حل بذلك النظام انظروا هذا النظام الذي دفعه من ماله لإحياء يوم عاشوراء بالفرح ماذا جرى سقط هذا النظام وكل نظام هذا ترى خط أحمر عند الله عز وجل هذا الحسين خط أحمر عند الله مجالس الحسين خط أحمر عند الله شعائر الحسين خط أحمر عند الله عز وجل والله ما مس أحد هذا الخط الأحمر إلا وسقط يزيد عليه اللعنة قتل الحسين وهو لا يزال شابا لكنه ما هنأ بحكمه ثلاث سنوات فقط حكم الذين قتلوا الحسين ولا واحد منهم تهن في دنيا كلهم سقطوا والعذاب الآخرة أكبر ما من أحد يعادل حسين عليه الصلاة والسلام إلا ويخسر الدنيا قبل الآخرة ولكن هي مسألة وقت هذه عقيدتنا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام يقولون كما في كامل الزيارات بسنده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر قال تلا هذه الآية إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ قال الحسين بن علي منهم ولم ينصر بعد الحسين تكفل الله عز وجل بنصره ولكن لم ينصر بعد ما زال أمر كمال انتصاره ما زال باقياً ما زالت فيه بقية متى ينتصر الانتصار الأعظم حين يظهر الطالب بدم المقتول بكربلاء حين ذاك تجد تتويج انتصارات الحسين الإمام عليه السلام يقول الحسين بن علي منهم ولم ينصر بعد ثم قال لقد قتل الله قتلت الحسين عليه السلام ولم يطلب بدمه بعد يقول لا تتصور هؤلاء الذين أهلكهم الله كل من شارك في قتل سيد الشهداء وأنتم تعرفون القصص سمعتموها من الخطباء كلهم قتلوا كلهم هلكوا لا تتصور أن الله عز وجل طلب بدم الحسين بعد لا لا إلى الآن ترى هذا ماكو شيء إلى الآن كل شيء ما صار ترى هذا شيء بسيط هذا هذا شيء بسيط ينتصر الحسين بظهور مهدي آل محمد لأن انتصار الحسين الكامل والحقيقي هو انتصار الإسلام أتعلم متى ينتصر الحسين؟ حين يظهر الله هذا الدين على الدين كله كل النسخ المزيفة من الإسلام تتلاشى تذهب كل الأديان الباطلة تنقرض تذهب وهذا لا يكون إلا مع مجيء إمامنا وولي عصرنا صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف فحين ذاك تتكامل النصرة الإلهية لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هذه رسالة للإخوة المهتدين الجدد أن قوموا بدوركم وقووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة اذهبوا إلى عشائركم اذهبوا إلى أهاليكم اذهبوا إلى زملائكم إلى جيرانكم إلى أصدقائكم وبصروهم يوم غد بما جرى على سبط رسول الله هذا السبط العظيم الذي في حياته كان رسول الله يتعامل معه بشكل مختلف عما يعامل غيره فقط الحسين لا يراه رسول الله إلا بدمعه ولا يودعه إلا بدمعه لماذا؟ لأن رسول الله شاهد بعينه ماذا سيجري على فلدة كبده هذا؟ هناك رواية عجيبة أيها الإخوة يرويها الشيخ الأقدم بن قولويه عليه الرحمة والرضوان في كامل الزيارات عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل الحسين جذبه إليه ثم يقول لأمير المؤمنين عليه السلام أمسكه ثم يقع عليه فيقبله ويبكي يقول يا أبا لم تبكي؟ الحسين يخاطب رسول الله وكما قلت لكم سابقا الحسين والحسن عليهما السلام كان يخاطبان رسول الله أبا ما يقول له يا جدا يقول له يا أبا يقول يا أبا لم تبكي؟ فيقول يا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكي المواضع التي هذا الجسد الطاهر ستقع عليه السيوف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبلها ويبكي قال يا أبا وأقتل قال إي والله وأبوك وأخوك مو بس أنت تقتل يقتل أبوك علي أمير المؤمنين يقتل أخوك الصبط الأكبر الحسن المجتبى كلكم تقتلوا أبكي لذريتي هذا حديث شريف آخر عن النبي صلى الله عليه وآله أبكي لذريتي مما تلقى بعدي هذا هو جزاء النبي صلى الله عليه وآله هذا الجزاء الذي جزت هذه الأمة نبيها فيه به أن عدت على سلالته فقد تلتهم تقتيلا هو هذا جزاء النبي صلى الله عليه وآله ماذا صنع لكم أهل البيت لتقتلونهم هكذا وما زلتم تقتلونه الذي يدعو إلى الفرح يوم غد يقتل سيد الشهداء يريد أن يشارك تأسفوا على أنهم لم يشاركوا في جيش ابن زياد فهم يشاركون اليوم الذين يترصدون لزوار الحسين ولمقيمي عزاء الحسين يترصدون لهم بالقتل هؤلاء تأسفوا على أنهم فاتهم ذبح الحسين فهم يذبحون هؤلاء الحسين ما زال يقتل ما زال يقتل أهذا جزاء نبينا هذا هو جزاء نبينا قال يا أبه وأقتل قال إي والله وأبوك وأخوك قال يا أبه فمصارعنا شتى مصارعنا في بلدان عديدة متوزعين في الأرض قال نعم يا بني قال في من يزورنا من أمتك إذا مصارعنا شتى كل واحد في شرق واحد في غرب من يزورنا من أمتك الله هنا يظهر الأوفياء من أمة رسول الله هؤلاء الذين يصفهم رسول الله بأعظم وصف قال يا أبه في من يزورنا فمن يزورنا من أمتك قال لا يزورني لا يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من أمتي هنيئا لكم أيها الصديقون أنتم الذين تزورون هذه الشجرة المقدسة شجرة أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام هنا قد تتساءل تقول سلمنا بأن مخالفين لا يزورون علي ولا الحسن ولا الحسين ولكنهم لا أقل يزورون رسول الله والرواية تقول لا يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من أمتي فمعنى ذلك أن أولئك أيضا مشمولون بمقام الصديقية نقول كلا أنت لو تأملت في فتاواهم الآن نروح راجع فتاواهم خاصة فتاوى الفرقة الوهابية الخبيثة استفتاء لابن باز ابن عثيمين ما أدري منه من هؤلاء الكهنة هل يجوز شد الرحالي لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا لا يجوز حرام شرك إثم هذا إذن ماذا نصنع يقول تنوي أن تزور مسجد رسول الله تقول أنا أزور المسجد مو أزور رسول الله مباشرة وكأن هذا المسجد الذي هو أرض حيطان شرفه أعظم ممن ثوا فيه إنما شرفه ممن؟ من محمد فكيف يكون تكون النية لزيارة هذا الشيء الذي إنما كل شرفه من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله ولا يصح ولا يجوز أن أزور الأشرف الأعظم الذي تزوره ملائكة السماء الروايات عن أئمتنا الطاهرين عليهم الصلاة والسلام أن أفواج الملائكة لا تنقطع ليلاً ونهاراً تهبط لتزور رسول الله صلى الله عليه وآله قبر رسول الله في الأرض ثم تصعد ثانية أي وظيفة من وظائف الملائكة هذه أن تنزل إلى الأرض وتبدل احترام لماذا؟ للقبر الذي حوى جثمان سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وإلا نبينا الآن محدق بالعرش مع ذلك الله تعبد ملائكته بأن يقصدوا سيد أنبيائه من السماء السابع ينزلون إلى هذه الأرض لكي يزوروا البقعة التي كان فيها خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وأنتم تقولون للبشر وهم المفضولون عن الملائكة تحرمون عليهم زيارة رسول الله وإذا ذهب أحد ووقف هنيئة عند الضريح المقدس لرسول الله صلى الله عليه وآله تؤذونه وتبعدونه وترمونه بالشرك قطع الله أيديكم فهؤلاء مخالفون ممن يلتزمون بهذه الفتاوى البدعية الجاهلية لا يزورون رسول الله ولذلك ليسوا من الصديقين إذ ولل نيتهم أنه نزور من؟ نزور ماذا؟ نزور المسجد شنو الفائدة؟ ثم لا تغفل عن الروايات التي تقول من زاره من زاره عارفاً بحقه هذا الذي يزور رسول الله صلى الله عليه وآله غير عارف بحقه صديقون؟ ليس صديقين تقول لي شلون؟ كيف لا يعرفون حق النبي؟ أقول لك نعم الذي يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينسى آيات القرآن اعتماداً على رواية عائشة الكذاب في صحيح البخاري هذا إذا كان هذا اعتقاده في رسول الله فحين يزوره ليس زائراً عارفاً بحقه اللي يعرف حق النبي يعرف أنه معصوم لا ينسى ما يوحى إليه سنقرئك فلا تنسى فالذي يصدق روايات عائشة أن النبي كان ينسى ويذكره غيره بالقرآن وأنه كان يسهو في صلاته وأنه عبس في وجه الأعمى وأنه كان أمياً جاهلاً نعوذ بالله وأنه كان يباشر نساءه وهن حائضات وهن على حال الحيض وأنه كان يشتم الناس بلا سبب وأنه كان يسمل أعين الناس وأنه كان يعذب الناس وأنه كان يرتكب بعض القبائح الذي يعتقد بهذه الصفات لرسول الله حسب البخاري وحسب عائشة وأبو هريرة وأنس بن مالك هذا حين يزور النبي صلى الله عليه وآلف النبي ويعرض بوجهه عنه لأنه لا يزوره عارفاً بحقه هذا مسيء للنبي هذا نحن فقط عقيدتنا في رسول الله منزهة من هذه الكفريات نحن نزور نبينا صلى الله عليه وآله عارفين بحقه فنحن الصديقون نحن الصديقون رسول الله كان يتعامل مع سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هكذا يقبله ويبكي لمواضع يقبل مواضع السيوف على جسده الطاهر قبل أن تأتي تلك السيوف تتحمل تسمع كم سيف وطعنة وضرب تلقاها هذا الجسد الطاهر لصبط رسول الله اقرأ في كتب المقاتل كم ضربة تحملها سيد الشهداء عليه السلام جاء إليه شمر بن ذي الجوشا وسنان بن أنس والحسين عليه السلام بآخر رمق يلوك بلسانه من العطش فرفسه شمر برجله وقال يا ابن أبي تراب ألست تزعم أن أباك على حوض النبي يسقي من أحبه مو أنت تقول أنه أبوك علي هو ليسقي الناس فاصبر حتى تأخذ الماء من يده ثم قال لسنان بن أنس احتز رأسه من قفاه فقال والله لا أفعل ذلك فيكون جده محمد خصم فغضب شمر منه وجلس على صدر الحسين وقبض على لحيته وهم بقتله فقال له الحسين أتقتلني أولا تعلم من أنا قال أعرفك حق المعرفة أمك فاطمة الزهراء وأبوك علي المرتضى وجدك محمد المصطفى وخصبك الله العلي الأعلى الله أكبر وأقتلك ولا أبالي وضربه بسيفه هاي المواضح هاي شوف المواضح هاي شوف المواضح هاي شوف المواضح هذا بس شمر اللعين كم موضع ضربة سيد الشهداء كم طعنة وضربه بسيفه اثنتي عشرة ضربة اي الضربات اللي كان رسول الله مواضعها يقبلها ثم حز راسه الله أكبر وروي أنه وجد في قميصه مئة وبضع عشرة ما بين رمية وطعنة وضربة وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وجد فيه ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة كل هذه الضربات تحملها جسد سيد الشهداء هذه المواضع التي كان رسول الله يقبلها ويبكي الله أكبر انظر لحقدهم على سيد الشهداء عجبا من قوم يتولون إلى اليوم من قتل سيد الشهداء ومن أسس أساس الجور والظلم على سيد الشهداء السقيفة قتلت الحسين السقيفة هو الحسين عليه السلام يقول مع الأسف هذا لا يبين لما تقرأ المقاتل لا تقرأ بالشكل الصحيح يعتم على الأسماء وقع ذلك السهم المشعب في صدره فلما أخرجه انبعث الدم كالميزاب فأخذه ولطخ به رأسه ولحيته ثم رفع يده إلى السماء وقال هكذا أكون حتى ألقى جدي فأقول يا جداه قتلني أبو بكر وعمر أصحاب المقاتل يقرون المقتل باتر تسمعون يقولون قتلني فلان وفلان مواقف سيد الشهداء في مقاومة هذين الطاغوتين الذين أسسا أساس الجور والظلم هذه المواقف لا بد أن تطفوا على السطح لا بد أن تظهر ونحن ما اجتهدنا نظهرها لكم اعلموا أيها الإخوة إن الحسين حمل دمه أبا بكر وعمر قبل أن وكذلك الأئمة الأطهار عليهم السلام حملوا دم الحسين أبا بكر وعمر قبل أن يحملوا هذا الدم يزيد وابن زياد وعمر ابن سعد وشبر سلام الله على إمامنا وسيدنا الذي ذبح كما يذبح الكبش هذا حديث مقدس هذا هذا حديث قدس شريف هذا الله هكذا وصف اقرأوا أنتم في خصال الصدوق الرواية عن الفضل بن شاذان قال سمعت الرضا عليه السلام وينقل رواية حول قضية امتحان الله عز وجل لإبراهيم بذبح إسماعيل عليهم السلام وثم بعدما نجح إبراهيم عليه السلام في الاختبار خاطبه الله عز وجل فقال له يا إبراهيم فإن طائفة تزعم أنها من أمة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش ويستوجبون بذلك سخطي هذا كلام الله سيد الشهداء ريحانة النبي مصباح الهدى سفينة النجاة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا أنا من حسين أنا من حسين أيضا هذا يذبح كما يذبح الكبش الثار الثار لأبي عبد الله الحسين يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين متى تظهر يا إمامنا متى تظهر لنأخذ بثار سيد الشهداء إخواني الثورة مستمرة ثورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مستمرة إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وظيفتكم حتى قبل قيام إمامنا صلوات الله عليه أن تثوروا للحسين كيف كل الرموز المقدسة التي عادت الحسين وحاربها الحسين وأسست للجور والظلم على الحسين تسقطونها لا تدعوا وطرا لآل محمد إلا أحرقتموه الوطر هنا بمعنى الظالم هذا مو كلامي هذا كلام سيدنا ومولانا أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام أين أنتم عن هذه الوظيفة المقدسة الإمام عليه الصلاة والسلام يقول كما رواه ابن قول ويه أيضا يقول قوما يبعثهم الله قبل قيام القائم لا يدعون وطرا لآل محمد إلا أحرقوه شوف قبل الظهور الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول قبل الظهور أيها الإخوة تقوم جماعة من المؤمنين لا يدعون ظالما لآل محمد إلا أحرقوه نهائيا ينسفون نسف لا يبقى اسم الشخص معادي لآل محمد مرفوع أبدا هؤلاء الذين مدحهم الإمام الصادق وقال وكان وعد الله مفعولا اسألوا الله عز وجل أن تكونوا من هؤلاء لا تنتظروا إمامكم فقط انتظارا سلبيا انتظروا انتظارا إيجابيا الإمام الحج يريد منك خطوة إلى الأمام أسقط أعداء أهل البيت يظهر إمامك قل معي بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله يا إمام العصر نسجي لك دمعا وشجونا أيها المذخور للثأر داما تبكي العيون عصبة الخدام قد ذابت هياما وجنون تبذل العمر لثأر الضلع لا تخشى المنون راية الخدام تركز بين سيف ودماء تطلب الثورة للصبط إمام الأتقياء راية الخدام تركز بين سيف ودماء تطلب الثورة للصبط إمام الأتقياء بأبي أنت وأمي يا إمام العصر نسجي لك دمعا وشجونا أيها المذخور للثأر داما تبكي العيون عصبة الخدام قد ذابت هياما وجنون تبذل العمر لثأر الضلع لا تخشى المنون راية الخدام تركز بين سيف ودماء تطلب الثورة للصبط إمام الأتقياء راية الخدام تركز بين سيف ودماء تطلب الثورة للصبط إمام الأتقياء بأبي أنت وأمي نحن أتباع الحسين الطهري لا نخشى المنايا عزنا وفخرنا أن نبذل النفس ضحايا ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله 這ح ماشاء الله من صباح تمر لا نخشى المنايا عزنا وفخرنا أن نبذل النفس ضحايا كلنا نمضي على درب الهدى غير خفايا نجعل الليل صباحا لترتاح البرايا نحن جند لولي العصر ختم النجباء وغدا تهوي على الأرض رموز الأدعياء نحن جند لولي العصر ختم النجباء وغدا تهوي على الأرض رموز الأدعياء بأبيه سيدي طال النوى فانصت لهذا القلب واسمع إن نار الباب ما زالت لقلب القلب تلسع مثل ذاك الضلع للصبط تورض اليوم أضلع وسنبقى لضض العين في عشور نجزع أيها المأمول يا شمس تغطت بالغمام راية الخدام تهفو لميادين الحمام أيها المأمول يا شمس تغطت بالغمام راية الخدام تهفو لميادين الحمام سيدي طال النوى فانصت لهذا القلب واسمع إن نار الباب ما زالت لقلب القلب تلسع مثل ذاك الضلع للصبط تورض اليوم أضلع وسنبقى لضض العين في عشور نجزع أيها المأمول يا شمس تغطت بالغمام راية الخدام تهفو لميادين الحمام تنشد الثأرة ناديك الوحايا بن الكرام قد ساقلنا الروح للثأر بعزم وحسامي بأبي بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله شكرا